أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة سيدي محمد في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء بإدعى 22 متهما ضمن المنظمة الإرهابية ماكرهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق فيما استفاد ثمانية متهمين آخرين من الإفراج مع إبقائها مرهن رقابة القذائية وقد وجه اللقاذي قد التحقيق للمتهمين محل المتابعة ومن تتعلق بجناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة واستقرار مؤسساتها عن طريق بث رعب وسط السكان وخلق جو لانعدم الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص